تشهد بغداد ازدحامات مرورية خانقة تتسبب بشل الحركة السيرة في جميع أنحائها يحتاج المواطن إلى نحو ساعة تقريبا لعبور جسرا واحد هذا الأمر ذاته ينسحب على الشوارع والجسور الأخرى وسط ارتفاع وطيرة الشكاوى من قبل المواطنين طبعا هذه الاختناقات هيك وظروف مرمورات بها البلد فما يلتجون للغير استراتيجية أو مهنية وين يجي يقطع الشارع قبل ركض قطع الشارع حسنا لا سامح الله نحن بهذا المكان العام وبيعدها الطواف وعدة مشاكل وعدة شغلات أي شيء يصد بساعة يجي المورا واللجنة المسؤولة على الشارع شيء يقول له أقطع الطريق أقطع الطريق وكأنما من قطع الطريق انتهت المشكلة صارت بهذه الفترة يعني كل شيء قوية يعني هسا أبسط شيء يعني سيارتي خالها بالبيت وعندي معاملة أردأ لاحق أردأ لاحق بين مصرف وبيان شسمه بين هارولة بين سيارة وبين يعني هاي الزحامات اللي نعاني احنا من عيدها دائما متاخرين على الدوام وعشغل دائما يومية هاي خب بيوم الدوام يعني من الأحد للخميس هاي قاضينها مشي الحمد لله أساني نازم من الشغل مشي أي قطوعات كلها استحاموا كلها مش يوما بعد يوم تتفاقم مشكلة الازدحامات في العاصمة وعقب كل حدث أو اضطراب سياسي تلجأت جهات معنية إلى غلق بعض الطرق الحيوية مما يؤدي هذا الوضع إلى تأخير المواطنيين عن إتمام أشغالهم والله الازدحامات بصورة عامة يعني ببغداد الزحامات يعني خانقة فماكو حلول ما جاي نشوف حلول واللي عنده دوام رغم ما يطلع من وقت يعني قبل قبل الساعة السابعة أنا طالع اليوم قبل الساعة السابعة يعني بالستة ونوص واستغرق الوقت يعني رحت للدورة فالمسافة اللي استغرقتها تقريب ساعة ونوص يلا وصلت فالازدحامات يعني ما شوف لها حلول والله اذية يعني كلش في اذية هاي يعني العالم من هيقدر تطلع على باب الله منورها الزحامات هاي يعني العالم قاعد تتأذن منور السيارات يجبوني يدخلوني للسيارات هاي وماكو بديل إلى أنه ليس هقدون سيارة قديمة لأنه يقول لك هاني محتز بسيارتي فالعالم قاعد تتأذن والله من الزحامات يعني هاي ساني أنا نزلت بتاكسي وجيت مشي منها كل هنا حالة مدلة تخل بالزحام هذا ازدياد أعداد المركبات الحديثة التي دخلت إلى البلاد إضافة إلى ازدياد معدل النمو السكاني وتنامي طلب الشراء أدى إلى بلوغ عدد المركبات في العاصمة رقما كبيرا مقارنة مع القدرة الاستيعابية للطرق التي وحتى الآن لم يتم تطويرها وتحديثها طيلة السنين السابقة من بغداد فاطمة دوليمي قناة دجل الفضائية اشتركوا في القناة